كلاتن بيرجي قال كلام مهم جدا في اللقاء وعجبني جدا المركز الاعلامي في اتحاد الكورة بدأ يشتغل بروفيشنال بشوف فيتوريا عليه بشوف كلاتن بيرجي عليه اكيد هشوف مكالم دارب المنتخب الاولمبي عليه وتكلم الراجل ركز على الفار وركز على التعاون وقال لك انا عايز مدير للفار وده موجود في كل الدنيا على فكرة في كل الدنيا فيه مدير للفار يعني قال مش حقبل بالاخطاء قال مش حقبل بالاداء الضعيف قال مصر دولة رائدة في افريقيا انا جاي عشان اطور التحكيم وطور الفار انا عندي خبرات عظيمة وعرف الشعب المصري بيحبها قد ايه وقال من خلال خبراتي من الممكن ان احنا الدنيا تبقى احسن قال ان انا شفت هنا في مصر عدد من المباريات والاداء كان جيد جدا قال في حاجة للتطوير بالتأكيد خصوصا بين الفار والحكام العلاقة بينهم في بعض الاحيان بتعمل ازمة والقرار بياخد وقت طويل جدا لازم نحسن ده ده بيمثل مشكلة في العالم كله ومش في مصر بس قال المشكلة المرتبطة دايما بين علاقة الحكام والفار دي هي اول حاجة هسعى لتطويره هشتغل بجد مع الحكام على الصعيد الفردي هشتغل على الصعيد الجماعي مش حقبل خالص بالاخطاء مش حقبل بالاداء الضعيف مش حقبل ان مصر بجلالة قدرها وباسمها الكبير يبقى التحكيم في كلام عليه قال لازم نكون وثقين اننا الحكام الافضل في قرتنا قال انا وظفت ان انا بدعم الحكام عشان يكونوا في احسن مستوى قال ده اول دور من ادواري الهمة اللي انا لازم اقوم بيها يعني قال لازم نفهم احنا عايزين ايه ايه الجنب المتعلق بالتحكيم في مصر قال هنحتاج بعض الوقت قال انا عارف انها عايزين نبني هيكلة تمشي بقى مع المنهج بتاع الفيفا وازاي تبني انظمة جديدة وضرب امثلها يعني قال يكون عندنا مسؤولين متخصصين في الفار ده الدور المهم اللي بتلاعب في كرة القدم لان الفار دوره مهم جدا وقال انا واثق ان انا حشوف وحلاء الاشخاص المناسبين ان هم يشتغلوا معايا وقال انه لسه عنده دور في اليونان والمسؤولين في الدور اليوناني طلبوا منهم ان يساعدهم وده شيء كويس وعلى فكرة هو اطور كتير جدا في المنظومة في اليونان نتمنى يا رب التوفيق انا متفائل خير